السلام عليكم اليوم احبابي متل ما شايفين بدي اقلي البيض عالبخار طريقة مميزة واكيد صحية ومهمة كتير لانه مرة حنحط لازات ولسمنة في كتير من الاشخاص انتقدوا كيف نحنا قلينا البيض بالماء كتير انتي قادة اجت بس هلا انا رح اقدم لكم طريقة جديدة يلي هي عالبخار بس اذا اول مرة تدخلي عالقناة ما تنسي لايك للفيديو واشتراك بكبس كلمة اشتراك اسفل الفيديو مع كبس الجرس بهاي الطريقة رح يوصلك مني كل شي جديد واكيد مفيد ومميز انا هون على جنب بدي اغل الماء حتت طبعا ماء بتنجرة متل ما شايفين وبدي انتظر لحتى تغل الماء هوني انا بدي حط البيض بدي بلش هحط بيتان هاكسر اول وحدي طبعا احنا ما رح نحط ملح ولا رح نحط شي بس رح نحط البيض واخر شي بعد ما تخلص البيضة منحط عليها الكمون والملح واني اللايك للفيديو بتمنى اكيد ينعمل له شات ليستفيد منه كل الاصحاب هلا هون متل ما شايفين غلط عند الماء رح نحط هايدي الطنجرة اللي خاصة بالبخار اللي بالعادي بنسلق فيها الخضرة على البخار متل ما شايفين بدنا ننزل بقلب البيض ما تخافوا البيض ما رح ينزل منه لانه اصلا البيض لزج فمستحيل ينزل بحال بده بينزل بينزل هيك شوي صغير طبعا نحنا هون بدنا نقلي البيض على البخار برجع بقلكم طريقة كتير مميزة واكيد صحية هون لايكم كيف صاروا بعد شوي كمان هنغطيها وفرجيكم بعد شوي كيف بدنا يصير هون طبعا النتيجة النهائية بعد ما استور البيض على الاخر لايكم ما شاء الله غير شكال صدقوني طريقة مهمية لايكم ما نزل شي قال يعني نزل هيك الشي هيك قليل كتير من البيض اجباري طريقة كتير حلوة بنصحكم نتجربوها لانه طبعا خالية من اي زيوت وخالية من اي دهنيات وصحية مية بالمية انا هون رح شيل البيض لايكم كيف طالع غير شكل ما شاء الله هنحطها بالصحان هلا التانية ما زبطت كتير بس مش مشكلة المهم نحنا قدمنا فكرة جديدة وفكرة مفيدة ومهمة كتير لكتير من الناس وين اللايك للفيديو يلا حطوا لايك وهون طبعا انا رح حط الكمون وراح حط الملح انا بدي ودعكن ما تنسوا اللايك واكد الاشتراك مع تحياتي الى اللقاء باي باي اشتركوا في القناة